بس ماما بس أمي شو عم تعمل هاش؟ أمي هولي أستاذك ما سكين هاي بديت لا ترفع سمتك موش لا، لو سمحت سمعني شوي لو سمحت يطلعي انتي سكيتي خلصنا ما هدقدر اتحملك أكثر أنا بدي تكمل باقي حياتي مع إشكي عم تفهموا علي إنتي وياه خدي المصاري اللي بدك يهون هلا ويلا روحي من هون فورا ولعا تورجيني وشي مصاري؟ بدك أخذ مصاري؟ طيب انتي على شو رح تدفع لي جايش؟ قل لي على شو رح تعطيني؟ فيك تعطيني أي شي بكفي البيت؟ فيك تعطيني شي لمجرد إني مرتك وخلفت ولادك وربتلك ياهون؟ ولا إنت رح تقدر تعودني عن حبي؟ أحكي سمعني صوتك قل لي قل لي شو رح تعطيني حتى تعود؟ عن خيانتك وغشتك لقلي وكيف رح خبر العالم؟ بدون ما حضرتك تخسر كرامتك؟ كيف بدك تخبرهم بدون ما تنقص إنتك قدامهم؟ 30 سنة جايش؟ ضيعت 30 سنة من عمري عليكو على العالم بس انت هلا ما أخذت منك دقيقة واحدة حتى تقلعني من البيت وتقلي روحي من هون وما بدك تشوفني أنا ما تطلعني برات البيت؟ ماشي خلينا نتصافة يلا عطيني هلا أدفعلي عن كل حرق بإيدي انحرقته كرمال أشتغل وأطبخ لك وأعمل لك أكل يلي أنت بتحبه بدك تدفع عن كل يوم أنا كنت عم ضحي فيه كرمال تعيش فيه حياة هنية وسعيدة وصحية ادفعلي لا شوف أنت لازل تدفعلي يلا جايش ادفعلي عن كل الحبي اللي قدمتلك يا رغم أنه أنت ما كنت بقدرة وزاللني ومانك محترم وجودي وعلى طول اللي عم تهيني واليوم رح أنصفي الحسابات لكل شي قدمتلك يا فكر رح تقدر ما رح تقدر أمي ماما ما رح تقدر ماما أم روتا لا تنخدعي فيه يا بنتي لازم تفكري بحالك إذا ضليتي معا رح تندمي رح أخليكي تتزوجي رح يكون شخص بطير لطيف وحنوم معك إشيك قادرة تتحمل بس أعطي فرصة فرصة شو بابا؟ فرصة أنه تصير أمك إيه أم روتا؟ بعرف أنه ما في بيناتنا كتير فرق بالعمر بس فيكي هلا تعطيني مكان أمك ما عندي مانع فكري فهمت عليك فهمت أنه أنت بدك من أمي تطلع من هذا البيت وتتركنا ما هيك أم هاي هي بنتي هلأ رح تختار القرار الصح وما رح تغلط هيا بصف وعلى طول رح تضل تدعمني وانت هارشو سمعني شو رأيك إنتي؟ بدك تصير دكتور؟ ها؟ إذا ضليت مع أمك رح تدمر لك مستقبلك صدقني رح تندم كتير تعال معي انت ابني فهمت علي؟ تعال أبوك مع أحا فيك تضل هون متل إختك أمو إمتى على طول كنت تساند أبوك خليك هون ابني أنا أنا اللي رح روح أمروتا؟ شو هاد؟ خلاصنا بقى استرخي رح نحلها للمشكلة بس هلق خلينا نروح ونحتفل مع بعض يلا يلا بسرعة كماش تكون هم؟ شو نفكر انت؟ رح تقدر تتسلل وتطلع برا البيت بلا ما أعرف؟ هم؟ سمعني منيح طول عمري كنت بنت زكية كتير ولما جدك توفى بعد ما أسس المصنع رحته حرست المصنع وكنت وقته لحالي وبقدر قاتل أي حدا بيقرب بضربة واحدة أنا كنت كتير قوية اللي بتحب فرشيك؟ لا 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 ستة شو عم تعملي خلاص انسي هاتيها ني مريد ليش بحس انه ستك على طول بدا تقاتل؟ نحنا رايحين نحتفل شوي وننبسط مع بعضنا يعني صح؟ فكرة حلوة بالنسبة لللي صار اليوم لازم تنبسطه ما في مشكلة طيب روحوا محل ما بدكن وغيروا مزاجكن ونبسطوا ولا تفكروا بشي أصلا لازم نحتفل على طول أنا كتير بحب ستي لأنه بتعرفني كتير منيح وبتعرف شو بحب الضبط بعرفك كتير منيح وبعرف انك ما بتحب توصل أخبار سيئة للعالم بس انت لازم تخلي هدول الناس يشربوا من نفس الكاز ما بيأثر إذا توجعوا شوي أو تدايقوا أو نكسر أدول لأنه هيك الحياة بتمشي وهلأ انتوا روحوا ونبسطوا بس بكرة بتعلمها درس للبنت لا تتردد بهذا الشي بنتي حفيد مين؟ حفيدي انت حفيدي أنا ورح تخلص منن يا ابني لا تتردد أكيد يا ستي أكيد يعني بالأخير أنا بكون رجال البيت رح أتحمل كل شيء تمام؟ بابا معوحة انت الغلطانة ليش ما تغيرتي؟ ما في أي حدا بيقدر يضل منيح ومثل ما هو ثلاثين سنة وراء بعضا انت قضيتي كل حياتك بالمطبخ وضليتي مشغولة وانت عم تطبخي الأكلات لمنحبها أهملتي حالك ومانك متعمل هيك فشلتي بعلاقاتي لازم تتعلمي منه هو واعي كتير منيح لطرق الحياة والعلاقات هو كتير قوي وقدر يتحمل كل المسؤوليات وما بده حدا ينسى معروفه ومعه هو ما كان بفكر انه من واجبه يهتم فينا شو هالحك يا مروت؟ سمعتني ما؟ انا باتفق معك انت معك حق هي بخيلة وبس بده تصمد مصاري